أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ باليستية بالقرب من ناقلة نفط صينية في البحي الأحمر وأضافت القيادة في بيان أن ناقلة أصيبت بأظهار طفيفة ونشب حريق بها لكن ثم يخماده خلال ثلاثين دقيقة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع الإصابات وأكدت أن قواتها اشتبكت مع ست طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون وسقطت خمس منها في البحي الأحمر وعادت الأخيرة أدرجها